الأوزون وبما أننا كنا لسه بنتكلم عن البيئة الأوزون كل الناس عارفة أنه هو طبقة الأوزون اللي في الجو وفيه ثقب الأوزون وأضرارها البيئية ولكن لما بنتكلم عن علاج بالأوزون هو عنصر نفس العنصر الأوثري أو الأكسجين فيه ثلاثة عناصر من الأكسجين أو الأكسجين النشط لو هنقول الفكرة أنه الأوزون لما بناخده في الجسم بشكل عام بيحسن الدورة الدموية بينشط الطاقة بيقلل الالتهابات الموجودة في الجسم وهنا تيجي أهمية الأوزون أو دور العلاق بالأوزون لأنه ليه فوايد كثيرة بيساعدنا في زي ما قلنا الالتهابات الطاقة النشاط الحيوية حتى في بعض الأمراض كمان لأن إذا بنتكلم عن الأكسجين بشكل خاص الأكسجين له دور فعال جدا ومثبت وأيضا يتم استخدامه على صعيد رياضات بشكل خاص علشان يرفع من كفاة الجسم والدورة الدموية ولما الدم يكون مشبع بالأكسجين الأداء يختلف تماما حتى قدرة العضلات كمان وبنعمل كمان الأوزون أو الأوزون بيكون مفيد مع الرياضيين حتى في الرياضات الهوائية لأنه حمض اللاكتيك اللي بيتركم في العضلات اللي بيسبب الألم وفشد العضلي بيقلي إنتاجه وبيتخلص الجسم منه بسرعة كبيرة مع الأوزون فبيساعد بشكل كبير جدا حتى مع الرياضيين طيب دكتورة لو قلنا العلاج بالأوزون شو هو؟ كيف طريقته؟ زي ما قلنا الأوزون هو عبارة عن خلينا نقول أكسوجين ناشط أو مركب فيه تلات ذرات أكسوجين الفكرة فيه أنه إحنا بنقدمه للجسم بكذا طريقة أشهرهم وأأمنهم الحقيقة أن إحنا بناخد كمية بسيطة من الدم بنخلطها مع غاز الأوزون ده ونرجعه تاني للجسم الفكرة بتشبع بتشبع بنرجع الدم بأكسوجين مكثف معزز بالأكسوجين ده كده بيوصلني أخذ الفوائد لما بيدخل الأوزون الجسم ويعمل لي التفاعلات الكيميائية اللي هو بيعملها في الجسم بشكل عام هذا يعني بأن الفايدة تكون لحظية في نفس الدقيقة لو أحس فيها هي أوقات كثيرة بنحس بيها في نفس الوقت ولو أنه علاج برضو مش سحري خلينا نقول ومش سريع بشكل كبير هي الفكرة التفاعلات الكيميائية دي بتاخد وقت على بل ما تتبني بس عدد جلسات الأوزون حسب الحالة نفسها بتتعامل إزاي بنشوف بقى النتائج ساعتها بالتدريج بنشوفها بعينها جميل إذن العلاج بالأوزون عبارة عن جلسات يفضل دائما جلسات حسب برضو الحالة الصحية حسب طريقة الاستخدام إنه في بعض أنواح الأوزون بيتاخد مثلا عن طريق مش الحقن الوريدي بيكون حقن موضعي مثلا ده بيكون أقل عدد الجلسات أو ما بيحتاجش جلسات بشكل كبير حسب الجسم بيحتاجه كمان